لم تجد صحيفة الڭاردين البريطانية وصفاً مناسباً لورشة البحرين الاقتصادية أفضل من عبارة أنها وهم يستحق السخرية ومثير للشفقة وبالتأكيد فأن هذا الوصف لم يأتي من فراغ فهذه الورشة حملت عنواناً أجوفاً لا يمثل محتوى ولا وجود له في القاموس الأمريكي الصهيوني وهو السلام من أجل الرخاء الڭاردين في مقال لها رأت أن هذه الورشة فقدت مصدقيتها ولا فائدة مرجوة من انعقادها طالما غاب الفلسطينيون عنها بل وشبهتها بالمسرحية التي تفتقد إلى نجومها مشيرة إلى أن ما حدث في المنامة كان القصد من ورائه التعتيم على قضية مركزية كالقضية الفلسطينية والترويج لما يسمى صفقة القرن فرعيها جاريت كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي دونالد درامب حاول عند استعراضه أهداف هذه الورشة أن يشرعن لاستبدال الحقوق الأساسية للفلسطينيين بحوافز اقتصادية وهمية عند حديثه عن 50 مليار دولار يفترض أنه سيقدم نصفها للفلسطينيين خلال العشر سنوات مقبلة في حين لا يخفى على أحد أن الكثير من مثل هذه الحوافز طرحت في السابق ولم يتحقق منها شيء في الواقع ومع تأييد ترامب العلني للحكومة الصهيونية والذي ترجم بأشكال عدة على الأرض سواء من خلال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة أو إغلاق البعثة الفلسطينية بواشنطن وكذلك اعتراف أمريكا بضم مرتفعات الجولان المحتلة إلى الكيان الصهيوني كل هذه المعطيات تلغي تماما إمكانية أن تلعب واشنطن دورا نزيها في الوساطة بين الفلسطينيين والصهاينة وبعيدا عن تحليلات الصحيفة البريطانية فإن الرفض الفلسطيني الشعبي الرسمي لهذه الورشة وما تحمله من أهداف ونوايا مبيتة في مقابل التجاهل راعيها كوشنر لنضال شعب يمتد إلى أكثر من سبعين عاما يؤكد حقيقة ثابتة وهي أن لا سلام يمكن التوصل إليه مع كيان صهيوني غاصب ولا تراجع عن استعادة الحق الفلسطيني المسلوب ولو بعد حين